ابار النفط مترامية في البادية السورية خاصة في دير الزور منذ ايام حكم حافظ الاسد اعتاد السوريون على انباء سرقة النظام للنفط ومع وصول بشار اعلن للمرة الاولى عن ادخال النفط للميزانية بارقام غير حقيقية مع توجيهها لنواحي صرف تخص القصر الجمهورية والجيش حرب بشار على دير الزور ومناطق اخرى ولد طرقا جديدة لسرقة النفط رئيس فرع امن الدولة في دير الزور بات صاحب السبق بامتلاك بئر له وحده العميد دعاس العلي استغل حصار داعش لحيي الجورة والقصور بالدير سابقا على مدى ثلاث سنوات انتج العلي النفط من بئر يقع قرب مشفى الاسد تمكن العلي من انشاء حراقة انتاج النفط وبيعه لحسابه الشخصي وحساب شركائه انتاج الحراقة تراوح من خمسة عشر الى عشرين برميل بنزين ومازوت مناصفة يوميا الامر انتهى بدعاس العلي للاستحواذ على كامل الانتاج بعد تقاسم النفوذ مع شركائه اولا نصيب قائد القوات حينها اللواء محمد خضور ورئيس المخابرات العسكرية العميد مازن الكنج الاموال المحصلة من المواطنين الراغبين بالخروج من المدينة برا ثانيا نصيب العميد منذر غنام رئيس المخابرات الجوية الاموال التي تتم جبايتها من الراغبين بالخروج جوا ثالثا نصيب رئيس فرع الامن السياسي حينها العميد وفيق ابو دلة جباية اموال المدراء الفاسدين مصادر الاستيب نيوز كشفت ان العلي صفى رجالات للنظام بالدير للاحتفاظ بمنافعه تشير الانباء الى ان العلي متورط بتصفية رئيس فرع الامن العسكري جمال رزوق العلي حضر ايضا اجتماع المجموعة المسئولة عن اغتيال العميد عصام زهر الدين وانت هل تعرف مسؤولا اخر بالنظام امتلك كبير نفط لحسابه الخاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة